على الرغم من استعادة السيطرة عليها منذ نحو ثلاثة أعوام ما زالت مناطق عدة في محافظة ديالة خالية من أهلها الذين تكتظ بهم مخيمات النزوح المنتشرة في مدن أخرى فبحسب رئيس مجلس محافظة ديالة علي الدين فإن عدد العائلات التي لا تستطيع العودة إلى ديارها يتراوح بين 11 ألفا و 13 ألفا بسبب مخاوف أمنية وانعدام البنية التحتية أربعة مخيمات للنازحين لا تزال موجودة في مدن بعقوبة وخانقين وغيرها يعاني ساكنها نقصا حادا في المساعدات الإنسانية خاصة مع دخول فصل الشتاء النائبة عن محافظة ديالة ناهد الديني أكدت بدورها أن برنامج إعادة النازحين إلى مناطقهم متوقف منذ عدة أشهر لافتة إلى انعدام الدعم الحكومي لهم وصفة دعوى إعادة النازحين بأنها مجرد حبر على ورق الأوضاع السيئة التي يعيشها النازحون وعدم توفير مستلزمات الحياة في مخيمات نزوحهم من جهة ومنعهم بشكل مباشر أو غير مباشر من العودة إلى مدنهم التي خرجوا منها مرغمين من جهة أخرى كان له الأثر العميق في تدهور أوضاعهم ومستقبل أبنائهم وفي فصل جديد ضمن مسلسل مأساة النازحين فقد أقدمت الحكومة على دمج المخيمات مع بعضها في كاركوك والأنبار وصلاح الدين ضمن خطوة وصفتها مفوضية حقوق الإنسان بالكارثية وأنها لن تزيد الأوضاع إلا سوءا في هذه الحال يعيش النازحون بين سندان الأوضاع الصعبة في المخيمات ومطرقة ضغوط الانتهاكات الحكومية وهم يترقبون ما قد ينجيهم من واقعهم البائس اشتركوا في القناة